ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير منفسه هذه الجملة بيعتبروها من السنن في المعاملة فلذلك قالوا الآية بألفاظها عامة ان الله لا يغير ما بقوم من خير الى شر الا اذا عصر وده المشي مع السياق او ان الله لا يغير ما بقوم من شر الى خير الا اذا اطاعوا فاهمين يعني الاية تنفع للاتنين يعني احنا عايزين نتغير للاحسن عايزين ربنا يعملنا معاملة للافضل خلاص انتم تغيروا للافضل ربنا يعملكم معاملة فيها عقاب انتم انتم اللي تسببتوا كده انتم اللي غيرتوا انتم اللي بدلتم وان عدتم عدنا في فارق بين سنن الله اللي بتعامل الفرد وسن الله اللي بتعمل المجموع فلما نعوز تغيير جماعي التغيير الفردي لا يكونوا كافيا برضو من تصوراتنا الرومانسية عن التغيير ان التغيير لحظي يعني الام كلنا الوقتي نصلي وندعي فصاعقة تنزل يحصل تغيير التغيير غالبة بيحصل ايه صورة تدريجية نفسنا نتظل سنوات في مكة وبعدين سنوات في المدينة وبعدين سنوات خلافة الصديق فين بعد كده في خلافة عمر وفيه منتصف خلافة عثمان الفتوحات انتشرت في العالم الاسلامي فالامر بيحتاج الى سنوات من البذل والتضحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة